صبع الخير او مساء خير حسب الوقت اللي شوفني فيه مولود برج الدلو ندخل العصول في العلاقة العاطفية المزيزة القراءة العاطفية او انا مش شايف ان العلاقة دي فيها استقرار او مسلا اه اذا وجعتني فمشيت لان انت شايفه خلي بالك انت شايفه انه هو موجوعة على فكرة عشان كده هو بيتشاف ممكن تكون انت برج الدلو وممكن تكون عكسية انت اللي نهيت العلاقة ومشيت ووجعت قلب الطرف التاني ممكن تكون عكسية يعني الطرف التاني هو اللي واجه قلب برج الدلو مش هو الواجه برج الدلو بالعمل كده وقدت له الطعامات ومشيت وزيته فانت شايف ان انت شايف ان انت وجعت قلبه شايف ان انت ازيته وهو شافت شايف ان انت بديت صدارك ومشيت وسبت وغنيت وقرست على مشاعرك وامرأة مثل معشان كده وبعد اللي حصله لانهم اقرب فكرة انت عارف انه قلبه منجوء سواء بقى حصلة منكم بس انت عارف ان قلبه منجوء لانهم يتشافه يتشافه من ما حصل ده فهو شايفك ان انت مشيت واخترت الطريق تاني سبته هو ومسكت في حاجات تانية ممكن يكون اختلطته على شغل مثلا يعني مثلا انت مسلا قالك لأ ما تشتغليش ينهي الشغل مثلا او انت متجاوزين او مخطوبين او اي حاجة فانت اخترت الطريق ده وقلت له سلامة بقى او نهاية العلاقة الاسباب تانية مش حاسس مثلا او محستوش فاقول ان انا قادم جيد فاي فيه الخطوة اللي هو نوية خدا اا برج الدلو الطرف اللي معاك نوي ان هو يبقى غامض نوي ان الخبي ما تبقى من مشاعره هو تشاف ايه هو تشافة من مشاعرك مشاعر عموما سيئ بس لو فيه مشاعر تانية حب هو نوي خبيها لان انت عايز تقدمه صالح عشان كده بقولك لو انت اللي نهيت العلاقة ورايح تصالح اهو انت عايز تتجوزه وعايز تقدمه عرض على فكرة انت عايز تقدمه عرض وانت كبور جدال وعايز تقدمه ممكن تكون القراءة حكسية يعني الطرف التاني هو اللي عايز يقدم العرض وعايز يتجوزك وراح يقدم عرض وانت بقى اللي هتقافل على مشاعرك اهو عن الغموض قصل على مشاعرك وعن الغموض نخد مشاعرك فالطرف ده نخد مشاعرك وناوي خد مشاعرك لو انت جيت له تاني او هو جهلك بقى تاني لبقى قراءة عكسية انت نوي تخد مشاعرك او هو بقى لنوي خبي ايه؟ مشاعرك لان انت نوي تبديله عرض انت نويه الناس كهو عرض وهو مسائل خير مسائل خير اندي هيقدم عرضي لعرضك يا بورجيو الدالي انا عايز اتجادي انا عايز الاستقرار انا عايز اكامل حيتي معك او الطرف التاني هو اللي وضع قلبك خليك بالشكل ده متقلقش يفكر يجي اللي هو على خطوتي طب هو شايف العلاقة ازاي شايف العلاقة ان العلاقة دي علاقة فيها اه كثير من الجدد علاقة مشية تا 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 بمعنى اضاق لان هي كانت ما فقط توصل لكده فالعلاقة محتاجة يعني فعوزي بادت زي ما بيقولوا كده العلاقة حصل فيها بود فحصل انفصال فهو شايف ان العلاقة بطيئة وعلاقة معزولة خارز يعني انها بتطول مثلا تكمل معانا وقالها حتى بتنتهي في حاجة غلط عشان كده لما انتو واجعته قلبه بعض من الاخر انت عارف ان انت واجعته سواء بقى هو بقى اللي مشه سابق او انت لديت له ظهرك ومشيت من العلاقة هو حاسس ان العلاقة وقفها او كانت وقفة العلاقة دي كانت وقفة او شايف ان العلاقة وقفة وفي وازلة ومفيش حد فيكو بتحرق مفيش حد حدش بيجي ما حدش بيروح حدش فيكو بتحرق يعني لما احنا الاتنين ازاي نوحشين بعض بان نتكلمش بعض ليه ما نعرفش شايف ان العلاقة اا ممكن تكون محتاجة تفكير ازياد يعني لو انتو هترجعوا مع بعض الثاني ويتقدموا عرض فعلا هو محتاجي لا محتاج يتفكر اقدر لا قد يتفكير انت شايف بصي بقى طبعا انك تشبه بعض انت شايف ان هو التوقم يعني شايف ان هو شبهك وان هو ده الشخص اللي انا خلاص هستقري معا هو ده انا خلاص لقيته خلاص ما هتحولش انت هشايف ان هي عزلة وهتخدي مشاعرك عني انا بحب اكبرها وهجيلك وهقدم معرضي ولو راجله فده هاجي لان انت 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 الشخص اللي انا هبني مع المستفاد انا هقدم لك العرض وخلاص انا شخص بيت عزلة ليهو ولا جايلك عن الحسن ولا بتاعنا مش خايف من حاجة ولا لابسلك خوزة ولا وانا مش خايف انت كبرج جالي وانت اللي بتقدم العرض انت مش خايف من العرض لو عرضه مصالحة فانت مش خايف انا غلطت في حقك او جاي صلح اللي حصل او فانو بايح نهيت بسانة جاي صلح فما انتش خايف وشايف ان هو الشخص الجميل اللزوز بتاعك المصيحة بتاعتك بتقولك اشتغل على علاقة يا كل جدا كان مني مشتغل بص لما تشتغل اتطلع ورود اتطلع ورود اشتغل على علاقة اشتغل على علاقة حتى لو هو بيجيلك ان هو او مثلا انا مش راجع او انا مش هرجع او انا حره او انا حره مثلا لو انت بلق فالبنت تقولك انا حره وانت بانت حسنا ان هو مش عايز يعلاء على فتره هو اخذ عهد على نفسه اني خذ مشاعره او عايز تفكير بفقر او اخذ مشاعره عنك لو انت عالك الجميل وعرض مثلا يعني برج الدالو عموما في البنات بالتحديد ما برضو جريئة اشتغلي على العلاقة تستحق. هو بيحبك للفجرة. بس هو بيتشافى بس من اللي حصلته. نجد تكون بتعامل زي ما قلنا برج خوت. برج عرب. برج كوس. برج عزرق. اسد. وبرج ترابي. والعرب زاهر برضو مجلدين اهو. برج مائي. زي ما قلنا. ومسيحة بتاعتك اشتغل على العلاقة دي. الان العلاقة دي تستحق. وقلنا ممكن تبقى عكسية. طيب فيه امل ان شاء الله يعني. طيب الناس اللي متعدين عن بعض. اللي هما مسلم سنة. موكسة مطيبة مش مشكلة. بس مش عشر سني يعني. يكون اتجاوز وخبير. مش هعمل ايه حاليا. وانيته. ايته يجي ايته يفضل في مكانه وانيته يفضل يعاني. حتى لو برجع يتغاني. يعني معاني مش مشكلات. اتجاوز وانيته يفضل وانيته يفضل وانيته يفضل. طبعا ما هسحب طبعا من نصف. اه مش شعر وايه حاليا. وانوي علي. اه. اه. هو حاليا اه. حاسس ان انتو اه اه وحشينو عن فكرة جدا. واه. بيفكر وبيفتكر الزكريات اللي فاتت كلها عموما. اه. 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 منطلع مشكلة اه وحش في الحاليا. طيب. اه بيفكر يدع فعلا. وبيفكر يدي للعلاقة دي فرصة تانية. يعني بيقول اه اه. احسس ان في فرصة. حاسس ان انتو اه تستحق الفرصة التانية دي. اعتقد بقى الكات التانية هو لا يبضح لي. وعايز يعمل ايه لزل. اه. كل كروت بتوضع عالي. عشان اوصل الكارت الاخير ده. ايه بقى ما? عايز يرجع عمونا. عايز يعمل ايه? هو اه شخص بيفكر كويس قوي قبل ما يتخذ القرار بتاعه. يعني مش من نوع اللي هو مثلا اه شخص ده وحشني قوي. طب انها عارف عصمعك التليفون. قالوا اه. 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 سيدي وصالك بقى. لا 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 لا. اعتقد. اعتقد انه برج هوائي ممكن. او مائي. او برج الحمل طبعا. برج الحمل طبعا برضو مندفع اه بس بيبكر. اه بيخطط الحاجة. هو حاسس ويشاعر ان انتم اه الحرب اللي ما بينكو او عموما الفراء اللي حصل لابينكو ده كانت علاقة خسرانة. مش علاقة سوري. الفراء ده فراء خسران. يعني مستفدنش احنا الاتنين حاجة. اه. بوقت الفراء اه. كل واحد رفع سكة. واحنا الاتنين مستفدنش حاجة بالفراء ده. وهو بفكر ياخد قرار. ياخد قرار. وهو اخد بالكم برضو كمان بيفكر في ايه بقى. برضو خلي بالكم. اه بيقول بقى فعال باله بقى يعني بيوعد كده مع نفسه ايه? اه اه وقت الفراء ده اه اه هو جمد مشاعر. اه شخص مايجي يمشي بيجمد مشاعر. استفدت انا ايه? انا خسراهوهم. لان هو بصه لما انا مشيت وجمدتي مشاعري. شخص ادالوشي الخشب. لما انا مشيت وم جمدتي مشاعري على الشخص التاني. تلاقي تخسرهم في الاخر. انا افتكرت ان انا كذبان او انا ما انتصرت وانا ما انتصرتش. هو اكتشف كده. لو انتم مسبقوا بدون سبب او رحل من العلاقة بدون سابق انظار. فهو اكتشف دلوقتي ان هو الخطوة اللي عملنا دي كانت خطوة خطأ. لان ابتشف انه خسرهم. بيفكر ان هو بيفكر ان هو يرجع تاني. لبزت معاكم في العلاقة دي تاني. هيراجع لعلاقة تاني من لقه. شوف برضو. اه بطر سهلا. هيرجع دايب. بيفكر يرجع فعلي. بس بيخطط الموضوع ده اوي. اه شخص ده لو برك حمل فقرمته واني رقم واحد. وبرج هو ايه بقى. وبرج الماء اهو. اه هيقدم عرض. عايز يجي اقدم عرض وعايز يرجع تاني. هو كشف خلاص. يعني هو قعد مع نفسه كده قال الله. يعني الشخص دي شبهي. وانا حبيته حبينا. والعلاقة بيننا كانت علاقة جميلة جدا. في اما دي هفرصة في ايه. ما ارجع دايب بس بقى هرجع بطريقة. ما قدلش ان انا ايه. اه. ان انا ايه ما ارجع مسعلا كده. لا. انا هرجع بطريقة اه جندة شوي. هبقى هيداني انه هو ايه في المشاعر وعلى فكرة. تمام? وطبعا هو قعد مع نفسه طبعا وحس انه هو خسر. وحس انه هو خسر خالص لما بعض. ومشي. حس انه هو خسر. وخسر. خسركم. يعني الف نفسه انا استفاد لي ايه? انا ارابي خسرت خلاص. ما استفدناش حاجة. انا هرجع تاني. انا بفكر هرجع تاني. فكر اجه. وهرجع اديها فرصة تاني. ورب تقبل بقى. رب رب بتاع الباني بسبوسة يرجع رجحة تاني. يبالي رجحة تاني. برج الحمل برج اندفاعي اصلا. وانتو بتعامل مع شخص برج حمل. وبياخد الكرارات سريعة انجل منه. بعدين اتجا يقول نفس الكلام. انا الشخص التاني مش راجع بكل الطرق والوسائل. اتجاوز بقى خطط. حالك شخص. هيجي مسلا او حب قادم اعجاب اي حاجة. اهو. كتير قوي. كتير قوي. لكم انتو بقى التأسير. تليها كده. هو لاخد برضو كتير نصف. طبعا. الشخص القادم. وشعره ايه? وعايز ياخد ايه? مني ما يعني عموما. عايز ياخد ايه? اعتقد انه هو شخص قديم. طبعا اللي ما قول شخص قديم برضو في الكروت دي يبقى ممكن يكون سيناريو رابع. حد بقى اللي طبع عليك القرار الاولانية. ولا التانية حاجة من الاتنين. اه اه عموما شخص القادم هو مقفول حاليا يعني. شخصة ان 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 انتو كنتو اهفلين عليه ديمد اوي. افدتو عني بالاخر خلاص? حسنا ei